اشتركوا في القناة ومع بوركينة على أرضية استاد السلام في إطار مواجهات الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا وجاء الهدف في الدقيقة 95 بواسطة المهاجم الهدف بغداد بونجاح وكان بوركينة قد سجل الهدف الأول عن طريق محمد كوناتي من ضربة رأسية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضأح في أحداث الشوت الأول وأحرز منتخب الجزائر هدف التعادل بواسطة بغداد بونجاح في الدقيقة 51 ثم عاد بوركينة للتقدم من جديد في الدقيقة 73 من رقلة جزاء لكن بونجاح كان له رأيا آخر سجل التعادل من جديد في الدقيقة 95 منتخب الجزائر استهل مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا بتعادل إيجابي أمام أنجولة بهدف لمسله بينما حقق منتخب بوركينة فوزا قاتلا على مورتانيا بهدفا دون رد في المباراة التي جمعتهما السلساء الماضي وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته